12 أفغانيين على الأقل لقوا حتفهم فجر السبت في تفجيرين انتحاريين في قاعدة عسكرية هما تابع للحلف الأطلسي في أقليم واردك وسط أفغانستان تقول السلطة الأفغانية الاعتداء تم بتفجير شخص نفسه عند مدخل قاعدة سيد أباد مما سمح بدخول شاحنة وتفجيرها في الداخل الشرطة المحلية التي ذكرت في حصيلة أولى أن عدد القتلى لم يتجاوز 6 أشخاص تؤكد وقوع عدد معتبر من الجرحة حركة طالبان تبنت الاعتداء